اشتركوا في القناة يقول ابن القيب رحمه الله وإن سألت عن يوم المزيد وزيارة العزيز الحميد ورؤية وجه الله المنزه عن التمثيل والتشبيه كما تواتر عن الصادق المصدوق مقلفي أن المنادي ينادي يا أخل الجنة إن ربكم تبارك وتعالى يستزيركم فحي على زيارته فيقولون سمعا وطاعا وينهضون إلى الزيارة مبادرين فإذا بالمجائب قد أعدت لهم فيستون على ظهورها مسيعين حتى إذا انتهوا إلى الواد الأفيح الذي جعل لهم موعدا وجمعوا هناك فلم يغادر الداعي منهم أحدا أمر الرب تعانى بكرسيه فنصب هناك ثم نصبت لهم منابر من نور ومنابر من لؤلؤ ومنابر من زبر جد ومنابر من ذهب ومنابر من فضة وجلس أدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم دني على كثبان المسك حتى إذا استقروت بهم مجالسهم واطمأمت بهم أماكنهم نادى المنادي يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا موعدا يريد أن ينجزكموا يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموا فيقولون ما هو فيقولون ما هو فلم يبيض وجوهنا فلم يثق الموازيننا فلم يدخلنا الجنة هو يزح زحنان النار فبينما هم كذلك إذ سطى لهم نور أشرقت له الجنة فرفعوا روسهم فإذا الجبار فإذا الجبار جل جلاله قد أشرق عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة فإذا الجبار جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم وقال يا أهل الجنة سلام عليكم يا أهل الجنة سلام عليكم ويتجلى لهم الرب يضحك سبحانه وتعالى ثم يناديهم ثم يناديهم أين عبادهم أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني أين عباد أين عباد الذين أطاعوني بالغيب ولم يروني هذا يوم المزيد هذا يوم المزيد فيجتمعون على كلمة واحدة أن قد رضينا فارضعنا أن قد رضينا فارضعنا فارضعنا فيقول الله سبحانه يا أهل الجنة إني لو لم أرضعكم لم أسكنكم جمتي هذا يوم المزيد فاسألوني فيجتمعون على كلمة واحدة أرنا أجهك ننظر إليه أرنا وجهك ننظر إليه فيكشف لهم الرب جل جلاله الحجب ويتجلالهم فيغشاهم من نور ما لولا أن الله تعالى قضى ألا يحترقوا لا احترقوا ولا يبقى في ذلك المجلس أحد إلا حاضره ربه محاضرة حتى إنه يقول يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يا فلان أتذكر يوم فعلت كذا وكذا يذكره ببعض غمراته في الدنيا فيقول يا رب ألم تغفر لي فيقول بلى بلى بمغفرتي بلغت منزلتك هذا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر